آفة المخدرات قد تنخر في جسد المجتمع إذا ما تصدت لها الرقابة الصحية من خلال تجنيد مراكزها داخل المناطق وعلى هذا الخصوص قام مركز الشهيد حمزة الامطيري في منطقة البلديات الثانية وفي قاعة منتدى شباب حي النصر مهرجانه التثقيفي الأول لمكافحة المخدرات والحد من هذه الظاهرة السلبية التي تهدد الشارع العراقي مهرجاننا يضمن برنامج مكافحة الإدمان والسبل التخلص من هذه الآفة التي دخلت على مجتمعنا بشكل حديثا نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يديم علينا هذه النعمة وهذه الاجتماعات وإن شاء الله تطورها يصير أفضل بالمستقبل إن شاء الله وإلى مواضيع أخرى هادفة خدمة لمجتمعنا تضمن المهرجان كلمة تثقيفية لمسؤولة الصحة النفسية تضمنت علاج الكثير من الحالات النفسية كالاكتئاب والعنف ضد الشباب والمسنين والعديد من المشاكل الأسرية الأخرى التي انتشرت في الآونة الأخيرة توعية الشباب كيفية المكافحة وكيفية طرق العلاج منها وامتعاد عن الإدمان عن المخدرات والتوعية العامة خاصة في الشباب وخاصة في المقاهي تخلل المهرجان تكريم كادر برنامج الطليعة والناس لقناة الطليعة الفضائية بشهادات تقديرية تثمينا للجهود المبذولة في تسليط الأضواء على الحالات السلبية في المجتمع وذلك بمساندة الكوادر الصحية التي تعمل على هذا الخصوص برنامج الطليعة والناس على جهدهم ومتواسطهم المستمرة مع المجتمع في توعية من جميع مجالات الحياة في مؤسسات الدولة نتمنى لهم موفقية والنجاح وتقدم في المستقبل القريب النشاطات التي تعمل عليها المراكز الصحية لتوعية المجتمع والتي من شأنها أن تسهم في تطوير آليات عملها والقضاء على الأمراض المختلفة والتي تعد من أولوياتها لجعل المجتمع العراقي في طليعة المجتمعات المتقدمة من بغداد لقناة الطليعة الفضائية حيدر الربيعي